هذا ولا تزال إقامة مجالس العزاء في إحسانيات الكويت معلقة في الوقت الحالي لعدد من الأسباب أهمها صعوبة التحقيق التباعد الاجتماعي خلالها فيما أقيمت الصلوات في المساجد الجعفرية عملا بقرار وزارة الأوقاف باستئناف الصلاة في المساجد المزيد في تقرير الزميل حمد النبهان تزامنا مع قرار عودة الصلوات في المساجد للمذهبين السني والجعفري بعد فترة انقطاع استمرت لقرابة الثلاثة أشهر أكد أمين سر لجنة الحسينيات والمجالس الحسينية عباس القطان استمرار تعليق إقامة مجالس العزاء الحسينية امتثالا لقرار السلطات الصحية بأهمية التباعد الجسدي من جهة وإلى الغالبية العظمى لأوقات هذه المجالس التي تقع خلال فترة الحضر الجزئي حاليا من جهة أخرى بعد التشاور مع أصحاب الحسينيات إخواننا الله يعفوظهم طبعا كلمتهم واحدة قالوا نحن نتوقف عن الحسينيات خاصة أن الحسينيات تختلف عن المساجد المسجد المصلين يلتزم في الواقع كلها ربع ساعة عشر دقائي يلتزم وخاصة أن يتوظى ببيتك ويأتي يجي طبعا بتوظى خالص عشر دقائي فهناك فيه تباعد ولكن الحسينيات لا إذا بيجون ما تتحكم في المستمعين واحد بحضن الثاني هو بجنب ذا ويبي شاي يبي قهوة بعد الغراءة عادة يقعون سلفون طبعا المراجع حقاقية أمر جناب الميرزة عبدالله قال أرجوكم أنكم تتمشون مع قرار الحكومة والدولة أفضل القراءة ليست بواجب حاليا بهذا الضرف من جانب آخر أشار القطان إلى أن القراءات خلال شهر محرم الحرام لا زالت يبحث موضوع إقامتها من عدمه حيث يتم بحثها مع وزارتي الداخلية والصحة مؤكدا التزام اللجنة بالقرارات الحكومية ذات الصلة موضحا أن الحسينيات أقامت مجالسها خلال شهر رمضان الماضي عن طريق الأونلاين يا الله نقدر حتى في شهر محرم الحرام القراءات أيضا موقوفة إلى القرار إلى قرار الحكومة وهذا الوباء إن شاء الله يرتفع عن هذه الأمة إن شاء الله والناس عجمة كل حسينية أجرت خطيب يقرأ نص ساعة كل ليلة والبث عن طريق التواصل الاجتماعي والفضائيات هذا أمر مقبول والله الحمد وفقنا في هذا إلى ذلك نوها عباس القطان إلى مساهمة الحسينيات في الكويت خلال أزمة انتشار فيروس كورونا من خلال دعم الصفوف الأولى المواجهين لهذا الفيروس ومن خلال أيضا تقديم العون للأسر المتعففة والمحتاجين الحسينيات المباركة ساهمت كل حسين ساهمت في التبرع للصفوف الأمامية خاصة توفقنا مع وزارة الشؤون ومع وزارة الداخلية ووافقه وجمعنا لله الحمد مبالغ كبيرة وحيط إلى سلمناه وزارة الله الشؤون الاجتماعية والعمل لتوزيع على الصفوف الأمامية من الطباء والممرضين والمجاهدين أبنائنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وكانت المساجد والمجالس الحسينية قد توقفت في الكويت منذ قرار الحكومة بمنع التجمعات مخافة تفشي فيروس كورونا تزامنا مع السماح بأداء الصلوات في المساجد والجوامع ارتأت لجنة الحسينيات والمجالس تأجيل إقامة مجالس العزاء الحسينية لسببين الأول كون أغلب مواقيت إقامتها ليلا وهي ضمن فترة الحضر الجزئي والآخر لصعوبة التباعد الجسدي فيها حمد النبهان الرأي